أهلاً وسهلاً فقرة ترند حين يصبح العمل الذي تحب فرضاً عليك وروتين تمارسه كل يوم هذه مرحلة وحين تكون في فترة استراحة من هذا العمل الذي أصبح روتينك اليومي كيف يختلف إنتاجك ويومك في العمل وكيف تتصرف المؤسسة من أجل جعل العمل ياخذ حيز من ولاء الموظف ومتى عليه أن يغادر اليوم بصحبتنا داخل استوديو 24 جراد دكتور محمد زين العابدين أبو جديري أكاديمية سفراء التنمية مرحباً بك كثير دكتور محمد ويسعد مسائك مرحباً بك ومرحباً بي سودانيا 24 أهلاً وسهلاً كثيراً ما نسمع دكتور محمد كلمة أنا مليت أو الحياة أصبحت روتينية خاصة في موضوع العمل ممكن تكون الكلمة شوية هي صعبة أو خطيرة فمثال العمل ممكن يتحول إلى روتين نعم هذا سؤال جيد العمل يتحول إلى روتين إذا أخذ طابع الحياة المصنوعة وتسللت إليه المشاعر السالبة أحياناً كثير جداً من الناس وطبعاً الناس نحن نصنفهم في التدريب نعتبر الناس صنفين يقسم الناس إلى صنفين صنف يسيطر عليه جزء الأيمن من الدماغ القائم على التفكير والإبداع والابتكار وجزء آخر يسيطر عليه جزء الأيمن من الدماغ القائم على التراتبية وقائم على الروتين والأشياء المعتادة نعم فالإنسان جبل على هذا الجانب بيئة العمل هي التي تدفعه وبتساعده في أنه يكون أكثر إيجابية وأكثر تفاعل وأكثر إبداع وأكثر كذا فإذا اعتاد على أشياء محددة والنفس دائماً بمجبول على حب الأراحة والطمأنينة وعدم المخاطرة حتى في رؤوس الأموال للأصحاب الشركات والبؤسسات بيقول لك رأس المال جبان كل ما أصبح درجة المخاطرة عالية كل ما بيقى فرص النجاح أكبر فكثير من الناس ما بيخاطروا في بيئة العمل يأتي دور المؤسسات في أنها تخلق الجودة أما إذا الحياة أصبحت طبيعية وتتجدد كل ما في تجدد بتاخد طابع الروتين كلمة روتين أصلاً هي جاءت أول ما بدأ عند الفرنسيين وتسلت اللغة انجليزية بعد ذلك وتعني الطريق الغصير دائماً إنسان بيحاول يسلك أقصر الطرق التي تحقق إليه عدم ميل للراحة وميل للطمأنينة أكثر من يدخل في المخاطرات خاصة لو كانت البيئة ما مشجعة من حيث التهيئة جميل هنرجع نواصل حديثنا ونشوف الفرق ما بين الروتين في العمل والموظفة اللي ممكن يكون مزاجي في بعض الأحيان وكيف يمكن التعامل معه عندنا مادة خلينا نتابع مع بعض ونرجع لكم شكراً دكتور أنمار مطاوع صراحة مجموعة من النصائح اللي إحنا استفدنا منا ويمكن استوقفتني آخر عبارة اللي هي ممكن الموظف ينتنازل عن 20% مقابلنا ينتقل إلى درجة أعلى نعلق عبد قبل ما ننطلق لنقطة أخرى هو ذكر معلومات مهمة جداً من ضمن ما ذكر أن المشاعر السلبية تنتشر نعم وهي أكثر انتشاراً من المشاعر الإيجابية والمناسبة في المؤسسات وإذا بيئات العمل في المؤسسات أصبح طابعة الروتين والبغاطية بتاعت العمل وما في تحفيز من الإدارات العليا أو تشجيع من البيئة لأن التشجيع يأتي من البيئة الخارجية والبيئة الداخلية بيصبح أي إنسان بعد ذلك يحجم عن إقدام على أي فكرة مبدعة ومبتكرة ولها أثر فنجان القهوة هذا ممكن يكون له أثر كبير جداً في تعديل المزاك وتقديم أفكار مبدعة يمكن تطور من المؤسسة وتعمل العمل كبير جداً إذا مونع بيبقى مشكلة في داخل المؤسسات فإذن الإدارات الواعية المدركة هي التي تلاحظ هذا الانتشار الإيجابي المشاعر الإيجابية وتوسع من دائرتها ودائماً تحفز المدربين لأقصد الموظفين أكثر خاصة لو بيقى ما في حافز مادة فليكن حافز معنبي يعني الكلمة الجميلة محتاجة حتى في بيوتنا في مجتمعاتنا بصفة عامة هذه الرسالة لكل الذين يشاهدون هذه الحلقة أن نكثر من نشر المشاعر الإيجابية التي تدخل وتجمل وتزين وتعطل الدواخل جميل فنجان القهوة اللي أنت تكلمت عنه يمكن هي محاولة مني لتحسين المزاج قبل الحلقة سؤال دكتور محمد كيف يؤثر المزاج أو على الموظف أو هل مزاج الموظف ممكن يؤثر على شكل إنتاجه وإبداعه نعم بالتأكيد الموظف هو عنده ساعات محددة مثلا نقول النساء نجل الساعة 8 ينصرف الساعة 4 مثلا عنده 8 ساعات يتعط عمل 8 ساعات دشعة مقابل أجر يعرض بالوقت مدفوع الأجر أو بيسموه الوقت المباع يعني ذول اللي اشترى واباعوا يشتروا منه وقته في سبيل أنه يقدم إنجاز محدد فإذا بعد ذلك يأتي ذول المؤسسة إذا ما كانت هي محفزة لهذا الموظف ودافع عليه في أنه يعني يعني تعدد له في الوسائل والأساليب والطرق لأنه الجانب المعرفي اللي بتقدمه الجامعات وبيتقدمه المؤسسات العلمية كل ناس يتساون فيه لكن النقاط اللي يتكلم عنها شاهدنا في الفيديو قبل قليل يتكلم عن المهارات هي التي تحدثها الفارغة الكبير والمهارات تكتسب كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية أنا أعتبر كل ما جددنا في جانب المهارات وكيفية الإبداع والابتكار والطرق فيها التفكير بطريقة غير روتينية أو طريقة غير عادية بيسموه التفكير خارج الصندوق وأنا بيعتبر أنه كله داخل الصندوق ولكن بطريقة بطريقة مختلفة تماما تماما هذه مطمئة جميل شن الفريق بين الموظفين الروتينيين والموظفين المزاجيين أي نعم الروتيني ده قلنا مسيطرة عليه الجزء الأيسر من الدماغ في تراتبيته يعني حتى لو مش بطريق بجي بطريق تاني وفي بعض الناس يقول لك والله أنا خمسة عشرين سنة طربي استيما غيرت من محل هذا والشارع البمشي بيه بجيبه وأصدقائي ما بحب الحياة تكتروا علي تلزم بحاجات محددة دخلت بطريقة الروتين واتبرمج كده حصلت له برمجة ودي حصل حد في حياتنا العامة في بعض الناس ما بحبوا التغيير يعني أين كان هذا التغيير ودي سنت الله سبحانه وتعالى في الحياة يعني تخيل يا سي هلين ونسو مثلا الحقيقة كانت ليل أو الحقيقة كانت نهار التجدد ده ده مسألة مهمة جدا أما الموظفين المزاجيين ده بتحكمنا اللحظة قالوا أنه المزاج إذا كان إيجابي أو سلبي استمر من 20 إلى 90 ثانية وواصل معك لصاعات طويلة جدا خلال اليوم ندرس البيتين الداخلية والخارجية وإلا كان عابر والحمد لله أنا الدراسات التي طلعت عليها وجدت 15% من الحالة المزاجية دائما بتكون عابرة أما إذا أصبحت عميقة للـ 85% كانت تصبح إشكالية كبيرة جدا لأنه في بعض الناس الموظف المزاجي هو اللي بتحكم اللحظة واللي تلحظة وذي قادرين جدا في أسرنا يعني فحتى علماء النفس بيفتكروا أن الموظف المزاجي اللي بتحكم اللحظة نهيله البيئة ده دور المؤسسة دور المؤسسة شنو غير من الأدوار المؤسسة مفروض تلتزيم بها تجاه الموظف المزاجي وهل هي مجبرة إنها تستوعب موظف مزاجي؟ لا أبدا هي تستوعبه لكن تستوعبه وفق الغوانين طبعا طبعا الكلمة المؤسسة بتعني التفكير الجمعي القوانين اللوائح النظم تتخلى عن مشاعرك الجايباء من البيت من مجتمعة المحيط بيت من أسرة الممتدة إلى غير ذلك لكن ليست المؤسسة ملزمة أن تستجيب للحالات المزاجية بعد تحليلها لأن الدراسات العميغة الآن اللي بتقوم بها المؤسسات الناجحة هي بتدرس بالتفصيل الميول والتفضيلات والاتجاهات لمنسوبيها حتى تقدر تستطيع أن تعمل تفكير جمعي أو عقلي جمعي يجمعهم لكن إذا أصبحنا نستجيب لأي موظف مزاجي بتصبح مشكلة أنا إما طلعت واحدة قالت عدت في عيد عيد زواجة لزوجها مفاجأة وعملت إهداء جميل من الزهور وعملت له احتفال مع الأبناء فقالت كان سعيد جدا في تلك الليلة أصبح في حالة مزاجية مختلفة أصبح صامت لساعات طويلة أصبح صامت دي حالة مزاجية فلأنه شخصية مزاجية فأربكة أدخلها في إشكال كبير جدا فمن الصعوبة تتعامل مع الشخصية المزاجية إذا أصبحت حالات عميقة ومتأثرة حتى تعامل معه ويصبح في المؤسسة إذا ما طبقت الغوانين وأطلعته عليها وأدخلته في التفكير الجمعي بيبقى مشكلة جميل طيب دكتور محمد في بعض الدول لما الموظف يشعر أنه ما عنده مزاج أو ما عنده ميول لشغول ممكن تديه إجازة فرؤية المؤسسة في كونه تمنح الموظف إجازة في حين أنه لما تشعر أنه مزاجه غير قادر على استيعاب العمل رؤيته هنا صحيحة أم لا هل هي رؤية صحيحة 100% لأنها تريد أن تكون إنتاجية أعلى وهي تتابع عبر رصدها الدقيق لأولئك الموظفين وحركتهم ومستوى مخرجات المتوقعة منه إذا كانت مخرجات مادية أو إذا كانت مخرجات معنوية أو إذا كانت مخرجات تنعكس أيضا في جانب السلوك العام دي كلها مخرجات متوقعة من الموظف إذا قلت إنتاجية الموظف والمؤسسة هي ترصد ذلك ينبغ عليها أن تجدد فيه هذه الروح زي الطالب الآن مثلا أنا أقول للطلاب الممتحنين والبزاق وكذا تجد طالب يجلس فيه ساعات طويلة يجد أنه يقول لكم والله أنا قاعدت في الكرسي ده 9 ساعات لكن أكشل هو قاعدت تقريبا 5 ساعات أو 4 ساعات كان مستفيد منها الباقي يقاعدونه بالقوة في الكرسي زي الطفل يأكل مثلا دقوه يقول لها تأكل أنا أكلت ليكم ده كله ما أكلت ليكم أكلت لنفسك لكن عندما يكون فيه إجبار الموظف يجلسينه من الساعة 8 إلى الساعة أربعة مساء مثلا وهو ما غير الموت حقه الروتين مستوى إنتاجية بتكون ضيفة جدا أفضل منه كان ممكن يأخذ إجازة إجدد لو قلنا لا العمل ده أنجزه لنا في 3 ساعات ممكن يكون مستوى إنتاجية في 3 ساعات أعلى من 8 ساعات المجبر يجلسه جلوس بدني قاعد بيدم ولحمه لكن عقله تماما شارج في مكان آخر تفكيره خاصة في ظل الحياة ضاغطة الآن كثير من الدول الناجحة الآن تنظر للعمل بمقدار الوقت المتاح للإنجاز أنا أنجزتكم في الزمن المتاح لي وليس جلستكم هذه نظرة يمنغى أن تكون حاضبة دكتور أثمان المصري أنا بحيوه من هنا مدربة تطوير الذاتي عنده عبارة شهيرة دايما بقول لك أنا ضد عمل الإنسان تحت مؤسسة فدايما بقول أنه ضد الوظيفة هل هو رأي شخصي ولا كل خبراء التنمية المحددة مطلوبة من الموظف هي ممكن تأثر للحالة المزاجية وتغير من إنتاج وجودة الموظف والله تحية له الأخ عثمان المصري من المدربين الرائعين المميزين والعالم العبارة نقول بطريقة أخرى لا نريد أن نفرغ البلد تماما من الموظفين لأنه في ناس ربنا يجعلهم أنه يقدم الناس يقدم الوظائف والعمل لكن نقول الموظف بعد خمس سنوات واجب عليك أن تتجدد وهذه من العبارات اللي تعلمناه في أكاديمية السفراء التنمية لمدربنا العالم الدكتور محمد ميمون وهو جزائري من الأشياء التي ذكرها بعد خمس سنوات أي شخصية ناجحة مبدعة مبتكرة يمدغي أن تغير في مستوى تفكيرها في طريقتها في شأنها العام تدخل تجدد ما بها ما تظل ثابتة لأن الوظيفة هي نعمة الاستعباد إذا أصبحت روتين ما كل الناس يبقوا موظفين ودي دعوانة بقول برضو لشباب السودان أنه ينطلق في مسارات العمل الحرة الكبيرة لأنه ما الناس كلها تبقوا موظفين وما الناس كلها كمان تدخل السوق وتمارس أعمال وتدخل في رياضة الأعمال وتترك الوظائف حيكون في نسبة من الوظائف ولكن الوظائف ينبغى أن تكون متجددة ونقول الموظف إذا أكملت السنين خدمة تقدير كلها وما تجددت في النهاية ما حيكون يقل إبداعك يقل إنتاجك تقل فاعليتك يقل أثارك وأنا ذا أقول حتى كثير من الموظفين الآن للأسف ما عندنا إدارة إلا رأس المال البشري لأن الناس نزلوا معاشات يعني يزور نزل معاش بعد سن خبرة طويلة جدا أصبح عنده تراكمات معرفة أنا أدعو الدولة أنها تستثمر في العقول بعد سن المعاش لأنه حاليا كثير يقول لك فلان دبي كلام كثير هم كلام كثير لأنه تراكمات المعرفة عنده والخبرات والتجارب فالعالم المتطور كله يستثمر في المعرفة ودي عقول كبيرة جدا خبرات متراكمة ما يمدغي أن تذهب هكذا يعني بالتأكيد دكتور العمل بين بالمهام والعمل بالدوام ما هي الإيجابيات والسلبيات في طبيعة بعض الأعمال طبيعتها يكون بالدوام يعني ما مربوطة بالمهام مربوطة من الساعة إلى الساعة كذير الأنظمة العسكرية مثلا بعض المهام يمدغي أنها ننتجى وزي الناس اللي بيشتغلوا مثلا في المصاني هو هو في بعض المهام وجاءت علم جديد الآن في علم الإدارة اسمه الإدارة للأهداف أنت تنجز عملك في زمن محدد عملك انتهى أضرب نموذج أنا مثلا أسكن في مكان محدد وعملي كله من خلال الوسائط ويصمم جانب البيب ديزاين يصمم بعض الجوانب وأرسيلة عبر الوسائط فما هي أهمية أني أجي أنا ببدني إلى المؤسسة ممكن أنجز مهانين خلال البيت وأرسيلة إذا كان في مشكلة في الزحمة في المواصلات أو الحركة أو إلى أخر فدي المهام فالإدارة بالأهداف في أحدث ما توصل إلى العالم الآن ينبغي أن ننجز مهامنا بصورة كبيرة جدا حتى أنه نطلو نخرج من دار الروتين يعني ودائما نجد حتى في القطاع الخاصة الناس اللي ينجزوا أعمالهم بهذا الطريقة هم أنجح وإحنا نفضل تكنولوجيا صعب يعني إحنا الآن العالم أصبح قرية صغيرة بمكانك ترسل الإيميل لأمريكا ولألمانيا وغير وإنت قاعد في مكانك لكي نوفرتها على نفسك زمن وعصف ذهني طيب الموظف اللي بيأخذ إجازة فكيف بيقدر يطلع من مود العمل ويرجع عليه مرة تانية بعد انتهاء الإجازة والله ممتاز أنا دعينيه إلينا أقول حاجة مهمة جدا للناس اللي ما بيأجزوا ذاتهم بالسنين في بعض الموظفين يقول لك أنا 30 سنة ما خدت إجازة قد يكون صحي الاحتياج الاقتصادي والضغوط وممكن تشتريع منه المؤسسة لكن لو وجدنا الغربين العالم ده كله بيأخذ الإجازات وبيقضيها مع أولاد وبيقضيها في البحار والسياح العالم ده كله عنده ثقافة التجوال والسفر لأنه بغير المزاج تخيل إنسان أخذ له شهر 30 يوم دي ممكن تغير المود بتاعه بصورة كبيرة جدا يأتي في روح جديدة ومتجددة وليها أثر كبير جدا فأنا أعتبر أنها لها جوانب على الصحة النفسية لها جوانب مهمة جدا أيضا على بيئات العمل وعلى الأثر لها أثر كبير جدا في نغلي تجارب ومشاهد شافة وأشياء استماعها وعلاقات جديدة بناها وإلى غير ذلك فأنا أعتبر مهم جدا الإجازة السنوية أو الإجازة حتى لو عطتها لهم المؤسسة يحاولها لفرصة ما يعتبر حالة بتاعة هي تحدي كبير جدا وفي بعض الناس أخذوا إجازات ودخلوا في أعمال وواصلوا فيها ويجدوا نفسهم قلب الصفحة وإلى غير رجع في ظل كورونا يمكن فيه إجازة إجبارية لكثير من الطلاب أو لكثير من الموظفين ففي بعض الناس اللي ممكن تدخل في حالة اكتئاب إذا فرضت عليه إجازة إجبارية هي ما متعودة علينا تقعد في البيت 24 ساعة أنا احتفل حق الناس يفكروا به صورة إيجابية طبعا ما تتفكير له أثر مثلا أنا من المركز وقمت أجزت للموظفين وجلست في البيت لساعات طويلة جدا وفكرت بطريقة إيجابية أنه خروجي ممكن يكون له آثار سالبة وينبغي أن تكون فرصة للجلوس مع الأبناء والتجدد وأدير عمالي من خلال البيت يعني بطريقة إيجابية منما التفكيرك هو البغودك إلى تشكيل سلوكك لأنه أن التفكير بغودك للشعور الشعور يغودك للسلوك فالناس اللي يفكروا بطريقة سالبة صحيح قد يكون فيه ناس أعمالهم والحياتهم كلها مرتبطة بالخروج والعمل وإلاغهم قد تكون اضررت مصالهم بعض الشيء ولكن الخروج أسباء الدوافع الكارثية الممكن تحصل من خلال عدم انتشار المرض وأثره على الناس فالحمد لله السودان بخير كبير جدا يعني بالإرشادات الصحية اللي اتبعوها الناس وجنبنا الله سبحانه وتعالى كورونا حق نفكر بطريقة إيجابية عدم خروجنا هو فيه فوائد بيعود علينا وعلى صحتنا وعلى مجتمعاتنا وهي فترة للخلود إلى النفس ومراجعتها والاستسقار والقراءة والاطلاع والتجدد حتى نأتي بنفسيات جديدة إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله دكتور محمد في البداية كلمنا عن الموظف المزاجي والموظف الروتيني طيب الموظف المزاجي اللي هو ممكن تحت لحظة يتغير مزاجه وممكن يقرر إنه ما عايز يقوم بالمهام وذكرت إنه الروتيني اللي هو بيمشي من الله خلقه بطريقه واحد وقعدته واحدة ما تغيرت طيب ممكن يحصل العكس أو ممكن يتبادله يعني يصبح الموظف الروتيني مزاجي أو الموظف في المزاجي ممكن يصبح روتيني؟ ولكن هذه صعبة لأنه الروتيني ده حصلت له حاجة ما يغرب بالهيمنة الدماغية ده يتبرمج بعد ذا بيأتي الدور في أنه يشكل بيئته واتبرمج بمصادر كثيرة يتبرمج السنوك منها الأصدقاء منها البيئة منها نظام التعليم منها نظام الإدارة الحاكمة الستايل والمينجمينت الموجودة النمط الإداري الحاكم في المؤسسة إلى غير ذلك أما الشخص المزاجي ده إنسان بيبحث عن بيئة قد تكون في خياله هو وقد تحكم المزاجات لأنه شخصية انطباعية أكثر من كونه شخص يلتزم باللوائح والغوانين فهذه نجد دائماً الشخص المزاجي هو في اتجاه أكسل شخص الروتيني الشخص الروتيني إذا يجلس مكان واحد وخلاص يعني يضرمج على الأشياء دي وإطمأن لها أما الشخص المزاجي يمكن يكون مزاجه عالي جداً ومرتاح نفسياً وفجأة يفاجأك بوضع مختلف تماماً في بيئة العمل خاصة لو بيئة بيئة غير راقدة أو كذا أو شخص انطباعي أو يستمع للكلام أو يتأثر بالبيئة أو يدخل في مقارنات أو إلى غير ذلك مرات في بعض الأشخاص أو معظم الأشخاص بيكون هم نشطين حركيين بيكون لهم أفكار متجددة لكن بيئة العمل ممكن تكون روتينية يعني هو بيصحى الصباح بيجي بيكون نفس الروتين ما في شيء يخليه ويبتدع في شغله فوين الخطور لما تتحول بيئة العمل إلى روتين في حد ذاته؟ هذه مسألة خطيرة جداً بالمناسبة لأن المؤسسات في هذه اللحظة تتحول إلى سيون كما ذكر أحد زملائنا المدربين وقالوا تتحول المكاتب التي تتحول من زنزانة إلى زنزانة لأنه تحاسي أنه الغوايد واللوايح والغواني والنظم هي الحاكمة وما بتديك أي فرصة للتجدد أو الإبداع أو الإبتكار ونعتبر هذه نقطة مهمة جداً حق نهيئ فيها المدراء العامين والإدارات العالية في المؤسسات أنها تكون أكثر إبداعاً أكثر إبتكاراً أكثر إحتكاكاً مع الموظفين تفتح لهم المجال كما نقول أيضاً في حقل التعليم بعض المعلمين الناجحين جداً في الأساس وفي الثاني وفي الجامعات براعيه ما يربي الفروق الفردية إذا أنا حسيت أنا طالبي وأنا كنت أستاذ جامعي طالب وحسيت بأنه أداني حل مبتكر أفضل مما قدمته أنا ينبغي أن أشجي وأفتح له طريقة بدل أن أخذه في نفسي واعتبره أنه بتحدفيني قدام الطلبة أو إلى غير ذلك هذه نقطة مهمة جداً وأختم بكلمة قال الدكتور توني بوزان قال هو كان عمره سبع سنوات وعطوه خمسة مسائل للأستاذ في التعرياضيات فقام حل المسائل وهو حل مسألة وحدة الثاني يوم الأستاذ نداه في الفصل فقال ليهم صفقوا لتوني بوزان هو أفضل طالب لأنه حل المسألة بطريقة مبتكرة دلت على أنه الأفضل في هذا الصف فقال هذه الصفقة التي دوني إليها تتردد في ذهني سبعة وثمانين سنة عمره سبعة سنة الآن عمره سبعة وثمانين سنة ثمانين سنة مرفضة ثمانين سنة تتردد في ذهني تلك الصفقة المحفزة وألف بيموجي بأكثر من ثمانين كتاب في العقل المدرب العالمي البريطاني توني بوزان بالتعفيز الإيجاب والإبداع ممكن يكون أجمل ختام وياريت كل الناس تحفز بعض جميل لما تتلقى ملاحظة إيجابية من زميلك أو من رئيسك في العمل بتحسن جودة الأداء بالتأكيد شكرا جزيلا لك دكتور محمد زين العابدين أبو جديري من أكاديمية سفراء التنمية شكرا لكم شكرا جزيلا لكم سعيدنا جيدا لكم شكرا لكم بالتأكيد متواصل معكم فقرات 24 قرات مستمر 4 فاصل شكرا لكم